السلام عليكم الملح نحوض الحوت، نحوض الزطر متحون، ومئة قرم دير مزارلة النفط الزين، نحتاج رقائط الدراء مرمش، ثلاثة منعال تقبار مايوناز، نحوض الهريطة، فرمجات، وفرمج محفوك، هذا غير الزين سنعود المقادرة إليها سمحتي؟ شكرا شكرا طيب كل هو كاتفرتك فنحطوها على جنب وناخدو ذيك الكروفيت كان نصوتها واحدة هي شوية زبدة من حوض الزادي ونخلطوها مع الكستة وننشيوه وناخدوه نزيدو عليهم لاب شامل اللي خدمنا وددنا فيها في الخار المغزر الله مهم كان نخلطوه كغل ونزيدو ديك العلبة ديال الجبن اه اكلا حنا يسحنا البصلة مع الكستة نضينا العشير الملح وشوية لغزة وشوية العطر يدين حوض وفي الخر كان نضيفه شوية زعتر كي يكون متحون هي شوية باش ما يقفش لنا ما يتبدلش لنا لقوه هذه الحشوال الثانة أرى نقدره نخدمه بأي حاجة فهنا قبل الطالة نديره بسطور كل شيء وفي الخر كان نزيده 100 قرم ديال الموزاريلا ونخدمه بقنافة كيما قلنات اللوه نصف كيلو ديال كنافة مع 150 قرم ديال زبدان دوغا ومسكا الزيت كان نسبسوها نزيده شوية الملحة نزيده شوية ماتشات الحكو باش تعطينا اللون وكان نخلطوها مزيلا وكان نفرقوه على جوج وقسموه على جوج خليو الناس في الآخر ونضيروا ذاك الناس نستفوه فمو المدهون مزيلا ونضيروا الحشو ديالنا ملغز ونعاودو نغطيه بل كونافة اللي عمنا اللي شاطس يعني كان نغطيه هاتا كتغطى كل هار الحشو ديال كان ندخلوها الفران من اللي كانت طيب وكانتتحمط احتى هي على عفية مهيلة كان نخرجوها بالنسبة للجين غادي ناخدوا عندنا هنا واحدة الرابعة ديال رقائق الدورة مهرمش هادي هاد الرقائق الدورة ما كانت تعملوش تنخرجوها ايه؟ شكالينا مقرمش دوك اللي تكونوا يعني ما فيهمش الحلاوة مسوسين يعني عاديين اه مسوسين اه أنا هم كتفدلي اه ناخدراوا في هذا الرقائق باش كيعطينا شي ويسر ادري كانت تفيداوه اه الرابعة ديال رقائق الدورة مهرمش اه توجد معالق ديالا مايونيز شوية لهريصة شويت sustainability قالت ديال فرماجات مهيالات وشوية ديال فرماج محكوب وكانتتحمط كل شي وكانديروا قوائرات ايه؟ و نجعله رقائق الدورة مهرمش لكي نرمدوهم و نجمعنا هذا الخليط و نجعله كوائرات و نجعله رقائق الدورة و نضعهم المصد و نجعله بحلقة و نضعه جنب الكونة المالحة و من فوق و نجعله طريفات الحمض و نجعله شوية الكروفيد من فوق و نجعله شوية الكروفيد من فوق اشتركوا في القناة